ايوة خمسة وستة من عشر مليون خدمة طب أسرة كنت بتقول لي عليها بقى وحدة طب الأسرة وحدة طب الأسرة ومركز طب الأسرة كل الخدمات اللي موجودة تفقيف صحي النساء الأطفال فيه بنعمل بقى المبادرات الرئاسية وبعض المبادرات اللي بتفيد الصحة العامة مبادرة الكشف عن أطفال المدارس كل أطفال المدارس بنعملهم كشف من زي ما بقولوا من الإبرة إلى الصاروخ كل حاجة تحليل كشفات أسنان ليه؟ لو في أي حاجة بدري نلحقها مش لازم استنى لما المواطن بتاعي أو الطفل بتاعي أو الطفل بتاعي بالمستقبل طبعا لو أنا بدأت بيه خلاص أنا اتطمنت على المستقبل لحد كبير صح طب لو أنا اللي حقته هو صغير وأنا كده كده مغطي أنا عامل تغتيل تلت محافظات وأربعة دلوقتي وإن شاء الله آخر السنة هيبقوا ستة وهكذا وهنبدأ نجري إن شاء الله بإذن الله في المشروع طب لو أنا بدأت من سن الأطفال ما خلاص ما هو هحميه وهو كبير من مشاكل أكتر ده من وهو جنين فبطنه ممتو ده طبعا ده بقى متابعة النساء رضو عليك ده بنسميها الأنتي نيتا الكير ده بقى من أول ما تحصل الولادة وتبدأ تتابع مع الدكتورة أو الدكتور اللي في مركز تب الأسرة اللي هم عارفين بعض بتتابع معها بموعيد دورية حلو ده كمان لو تعبانا بيروح فريق لغاية المنزل يتابحها الحاجات دي مش أحلام وانت وعدني هتيجي معايا يعني لو الأم تعبانا شويتين ومش قادرة تنزل الفريق بيروح لها أيوة الدكتور أو الدكتورة بيروحوا معايا حد من مساعدين والمبادرات بتاعتنا بتتعامل كده إن احنا بنوصل لغاية البيوت وبنوصل لغاية النوادي بالزمة ده عندنا في مصر بالزمة بالزمة أنا بزمي مردب جد عندنا طب مشا انت وعدتني في الفاصل هنطلع مع بعض ونشوف هنشوف ماش